وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبوكالتي عن موكلتي زينب ابنة حبيب فقد زوجتك يا حسين إياها وأنكحتك إياها على مهر قدره ألف دينار بحريني وعلى أن تلتزم لها بسبعمائة دينار أخرى لمصاريف الزواج وأن تلتزم لها بالشرطين الذين اشترطتهم عليك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد زوجتك يا موكلتي زينب وأنكحتك يا موكلتي زينب على مهر قدره ألف دينار بحريني وعلى أن تلتزم لها بالشرطين الذين اشترطتهم عليك وأن تلتزم لها بسبعمائة دينار أخرى لمصاريف الزواج على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد زوجتك من موكلتي وأنكحتك من موكلتي ومتعتك إياها على ما تراضيتم عليه من صداق وشرط على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد زوجت موكلتي زينب منك وأنكحتها منك ومتعتها إياك على ما تراضيتم عليه من صداق وشرط على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبوكالتي عن موكلتي زينب ابنة حبيب ابن رضي فقد زوجتك يا حسين يا ابن جعفر إياها وأنكحتك إياها ومتعتك إياها على مهر قدره ألف دينار بحريني وعلى أن تنتزم لها بسبعمائة دينار أخرى لمصاري في الزواج وأن تنتزم لها بالشرطين الذين اشترضتهم عليك رزقك الله إلفها وودها ورضاها بك ورزقها إلفك وودك ورضاك بها اللهم اجمع بينهما أحسن اجتماع وآله بين قلبيهما فإنك تحب الحلال وتكره الحرام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآله محمد وآله صلي